يا يندنتي يا سوسو مثلا عندك حوار مع صحفي صحفي دمين وبتكلم ازاي واذا انتوا هتقابلوا فين تقابلوا فين لا لا في طريقة حوار اقبل بيها انا كشخصية كتكوين وفي طريقة حوار انا مقبلش بيها حتى لو انت مين طب سؤال شخصي ما فكرتش انك تكملي علشان خطري بقى عندك بايبي لا الحمد لله مش خايف فيه فنانين كتير ليهم كل الاخترام مش مش فنانين وبس بتلاح عدولات يقول لي كنت تخلفهم وناس العادية الستات العادية يعني مش لازم الفنانات لا يعني هستقول ان فيه فيه اسماء كبيرة اخدت قرار ان الفن لا عمري لا انا محطتش الفن بدليل ان انا كفنانة عمري ما كنت بقدم اعمال كتيرة و24 ساعة في الشارع انا مش من النوع اذا انا قرار من جوه من جوه هو قرار بصي هقولك على حاجة هو مبدئيا عشان فيه كان احمد وعبدالعزيز هما اخين اصغر مني طبعا هما دلوقتي بسم الله ما شاء الله الله هو اكبر وعبدالعزيز ميكي ده مهندس ديكور كبير في دبي وزيزو بقى زيزو بالنسبة لي زيزو هيفضل زيزو يعني عبدالعزيز كمهندس ديكور دلوقتي ابو البنات وميكي بسم الله ما شاء الله عنده ادهم عندنا ادهم ربنا يبرك فيه فيمكن عشان من وانا صغيرة من وانا في اوائل العشرينات اه ربيكي كان عندي كير باخواتي الي اصغر مني يعني احققت الاممة فيهم فانا عملت ده بدليل انه هما الاتنين لما بقى ده في الكلية وبينجح وبيتخرج وده في الكلية وبينجح وبيتخرج انا كست كست كنت ابتديت احس انه الحمد لله يعني عديت مهمتك ايوا يا الحمد لله والله وحلوين طب الحمد لله يعني والناس بتحبهم طب الحمد لله يعني شخصيات محترمة شخصيات جميلة شخصيات فحسيت انك عملتي عشتي عشتي الاحساس بالقمومة والاهتمام وما تنسيش ان التايم ده ما كانش في موبايل فانت لو عندك مثلا لو احمد عنده رايح درس مع اصحابه ولو عبدالعزيز اه وفين ومع مين عارفة وحيرجع الساعة كام ورجع الساعة كام وعيشت انا الليلة دي يعني السنين طويلة طيب طبع فده خلى عندي يعني وبقولها لحد دلوقتي ده خلى عندي الحمد لله انا عندي قناعة بحاجة حاجة مهمة انا طبعا مش شيخة مش هقول ان انا شيخة خالص بس انا علاقتي بربي سبحانه وتعالى بحس انها علاقة خاصة جدا لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول له في خلقه شؤون جملة في منتها البلاغة شؤون 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 ممكن تبقى الشؤون دي هي الردود اللي على اسئلة كتيرة من اسئلتكم لكن اللي يخصني انا كعبدة من عباده اللي اتمنى ان انا لما اروح لربنا اكون من عباده الحامدين الشاكرين الصابرين عشان كده برفض حتة ان انا اقول انا اتظلمت لا لا ما ادرش اكسف اقول انا اتظلمت انا ربنا اداني نعم كتيرة جدا ام والدتك اخواتك وبيتك جدا والله يا مفيدك كسف والله العظيم يا مفيدك كسف يعني اقدر اقول اه ما اخدتش مكانتي الفنية التي استحقها هي جملة كده مظبوطة بس انت رادية باللي انت هنا رادية ما ادرش ازاي ما ادرش اكسف